الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين العلمانية والحداثة ما هي العلمانية لعل كثيرا من الناس لا يفقه من العلمانية إلا أمرا واحدا هو فصل الدين عن الدولة فهل العلمانية هي فصل الدين عن الدولة؟ الحقيقة قرأت للإجابة عن هذا السؤال ربما آلاف الصفحات فوصلت إلى نتيجة تقريبية مفادها أن العلمانية ليست فصل الدين عن الدولة إنما العلمانية هي نسبية الحق إنما فصل الدين عن الدولة فرع ونتيجة للعلمانية الدولة التي تحكم بالدين ترتكز إلى مبدأ الحق الحق المطلق الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا وأنزل شريعة هذه الشريعة واجبة التطبيق كلها حقائق مسلمة الفكر العلماني يرفض هذه النتائج على أنها مطلقات فالله سبحانه عندهم نسبي بل قلنا في لقاء سابق إن فلسفة نتشة أماتت الله سبحانه وتعالى من حياة الغربيين وقد صرح بهذا في كتابه هكذا تكلم زرادشت فقال لقد مات الله إذا مات الحق المطلق مات الله بلا شك ولكن الله سبحانه وتعالى لا يموت لأن الله واجب الوجود ومبدأ واجب الوجود لا يمكن أن يزول الأول الآخر هناك حق مطلق هناك خير محض هناك شر محض النظر العلمانية ترفض هذا كله في بعض البلاد الإسلامية كثير من بسطاء المسلمين حينما يرى مثلا أن رئيس الدولة متدين ويصلي وربما زوجته لبست الحجاب فيسر كثيرا ويرى أن هذا هو التدين وهذا هو غاية المراد من رب العباد على فكرة هذا هو عين تطبيق العلمانية ألا وهو الحرية الشخصية الرئيس متدين تزوج مراتا متدينة له أن يصلي له أو لها أن تضع الحجاب ولكن عليه أن يكون هذا التدين وهذا الحجاب جزءا من المكونات المتكافئة فالذين ينزعون الحجاب عليه أن يحترمهم وإلا لم يكن علمانيا لأنه ما هي العلمانية قلنا هي العندية العندية عندي كذا وعندك كذا طب هل يوجد حق ثابت في ذاته لا عندهم إنما الحق نسبي كيف يعني نسبي كما تحب ولذلك أعرضوا إعراضا كليا في عصر الحداثة أعرضوا تماما عن سؤال لماذا لأنه سيوصلك إلى الحق وإلى قانون السببية وقانون السببية قانون حتمي قطعي لا محالة فإذا سأل لماذا يعني ما السبب إذن هذا الكون له مكون هذا لا يعنينا ما الذي يعنينا ماذا في هذا الكون إذا كان هناك خالق سبب إذن هذا سبب قطعي هذا الخالق أوجدنا لحكمة يعلمها أمرنا بأوامر مطلقة نهانا عن نواه مطلقة وأرسل رسلا بلغوا ذلك إذن يجب علينا أن نلتزم بهذا الكلام إذن لم نعد أحرارا ولم نعد علمانيين فالعلمانية هي نسبية الحق يعبر عنها الفكر الإسلامي بقوله تعدد الحق في العقليات مرفوض القضايا الدينية نوعان العلميات وتسمى العقليات العمليات وتسمى الظنيات العلميات القطعيات العقليات أسماء لمسمى واحد وهي الأشياء التي لا يقبل فيها التنازع الله موجود أو غير موجود أن يكون كل من الإجابتين الصحيحة هذا مرفوض لأنه يؤدي للجمع بين النقيضين وهذا محال عقلي وجد متعدد أو مفرد أن نقبل التعدد مع الإفراد مع التثنية وأن نصوي بالجميع محال عقلي لأنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين واجتماع النقيضين محال عقلي إذن نختلف الله موجود احتمال غير موجود احتمال ثاني وجد متعدد احتمال مفرد احتمال غير موجود احتمال العلمانية تقول هذه إيمانيات افعل ما تشاء تختار واحد من الإجابات فأنت مصيب فلماذا تتنازعون لماذا يقتل بعضكم بعضا لابد أن نعيش بسلام والسلام يقتضي تصويب الكل هذه تسمى العقليات العمليات الأحكام الأحكام العملية كيف تصلي كيف تصوم السرق ماذا نفعل به إلى آخره بالنسبة للظنيات أو العمليات يقبل فيها خلاف المخالف بدليله والمجتهد فيها إما مصيب أو مخطئ والمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد لماذا؟ لأنه اجتهد وبذل وسعه إذا كان من أهل الاجتهاد وكان اجتهاده في محله بالنسبة للعقليات لا بد أن تبحث ولا بد أن تصل إلى نتيجة واحدة حتما هكذا يكون الجواب في علم الرياضيات لأنها عقلية زوائل مثلث إما أن تكون أكثر من 180 أو أقل من 180 أو 180 ما فيه عند احتمال رابع إما أكثر وإما أقل أو مساوية بطل أن يكون أكثر بطل أن يكون أقل لازم أن يكون مساوية فالحل هو زوائل مثلث ساوي 180 درجة كذلك الله موجود غير موجود موجود لكن متعدد أو مفرد لا بد أن نصل إلى نتيجة واحدة هذه هي القضايا العقلية وتلك القضايا العملية كيف يفكر العقل العلماني يفكر بأن المسائل سواء المسائل سواء أنت رأيك أن الزهرة رائحتها جميلة خلص إذن هي جميلة في حقك والثاني يرى أن النجاسة مثل نتشا أن النجاسة لوحة فنية إذن هي لوحة فنية فلماذا أنت حزين الغريب يعني هذا جزء يسير من موضوعنا الغريب أن بعض الناس عندنا في الشام في دمشق واحد اسمه فاتح المدرس كان أستاذا في كلية الفنون الجميلة ويعني فعل الشيء ذاته الذي فعله النتشا ولكن المساكين هم أتباعه الذين ينظرون ذلك يقلد نتشا الذي فعله لكن المثال اختلف يعني نتشا نجاسة مغلضة والمدرس نجاسة مخففة يعني فالأول جعلها لوحة فنية الثاني جعلها لوحة فنية الفكر العلماني يشمئز من شمئزازي من هذا من عيب هذا المثال يعني هكذا يتزلزل من عماقه حينما يراني ينتقد هذا النقد يقول أنت إنسان عندك إقصاء تلغي الآخر كما أنه رأاها جميلة وأنت رأيتها قبيحة يجب أن تحترم رأيه فكل رأي محترم فرئيس الدولة ما دام يصلي ويصوم ويحج بيت الله الحرام ويبكي ويقرأ القرآن ما دام يسمح لجميع الناس كل يغني على ليلاه وكل يفعل ما يشاء وكما يشاء إذن هذا إنسان حضاري ومتقدم وهو إنسان علماني ممتاز مع شيوع الغوغاء في أوساط المثقفين المسلمين أحيانا لا نستطيع أن نتكلم بالحقائق الحقيقة مرة بعضهم يتصور أن العلمانية إزاحة الدين على فكرة الذين أزاحوا الدين بالقوة وبالسلاح لم يكونوا علمانيين يوما واحدا هو علماني في المادية نعم هو علماني مادي ولكن ليس علمانيا متحضرا يعني استالين علماني هتلر علماني ولكن هذه العلمانية ليست حالة متقدمة لماذا؟ لأنه لا يحترم الفريق الآخر استالين حتى يكون علمانيا حقيقيا مثاليا لبراليا يجب عليه أن يسمح بالأديان جميعا وفي الوقت ذاته بالمادية ويجب أن يكون الجميع متساوين طيب كيف يحكم البلاد تحكم البلاد من خلال القانون كيف يتم اختيار القانون بالتصويت يجتمع أكثر الناس ويصويتون فرأوا أن الشذوذ الجنسي هذا حالة حضارية يجب أن تحترم إذن هذا هو المطلوب رأوا غير ذلك إذن هذا ما صوت به الأكثرية طيب السؤال الذي يطرح نفسه طيب لماذا يفرض رأي الأكثرية على الأقلية أليست العلمانية هي التكافؤ في الأقوال صوت مجلس الشعب بنسبة تسع واربعين بالمئة على إجازة مثلا نسبة خمسين بالمئة على إجازة قانون معين وليكون الشذوذ الجنسي أجازوه طيب تسع واربعين بالمئة هؤلاء حصل إغصال قولهم حصل إبعاد فينبغي إذن لم يحصل تحضر ولم يحصل تكافؤ في الأقوال والآراء إذن العلمانية باختصار شديد هي تعدد الحق في العقليات في النظر الإسلامي تسمى في الاصطلاح الفلسف الحديث نسبية الحق فالحق كله نسبي لا يوجد حقيقة مطلقة فكل محتمل عالم السياسة في العالم محكوم بهذه النظرة كثير من المحللين العرب وهي العرب والمسلمين يقول أمريكا لماذا تكيل بمكيالين هو لا يفقه أمريكا ولا يعرف كيف نشر العقل الأمريكي أمريكا إذا لم تكيل بمكيالين لن تكون علمانية لماذا؟ لأن هذا الفلسطيني المسكين المظلوم يعني مسكين مظلوم عندك أنت وعندي أنا الأمريكي ليس مظلوما بل هو إرهابي يجب إزالته وحينما يأتي واحد من المتطرفين النصارى ويقتل عدد من المسلمين يتعاطفون معه كيف تتعاطفون معه وحينما يأتي مجرم من المنتسبين للإسلام يفعل الشيء ذاته تقوم الدنيا ولا تقعد هذه عقلية العلمانية الفرنسية هذه هي العلمانية الأمريكية نسبية الحق يا أخي لن يوجد حق ثابت الحق يتغير يتعدد على حسب المصالح هذا في عالم السياسة في عالم الإعلام أشهر قناة عربية حينما جاءت إلى بلادنا ورفعت لواء الرأي والرأي الآخر وقامت بعدة برامج تعتمد هذه البرامج على إثارة الأفكار المتخالفة بشرط أن لا يلتقي كل من الفريقين حوار الضدين إلى الأبد لا يمكن التسوية ولا الجمع ولذلك إذا ما حصل اتفاق بين الفريقين المسعر للبرنامج لا يرتاح لابد ويغضب ولا يستضيف ذلك الإنسان الذي سعى باتجاه الطرف الآخر أنشئت وأنا طالب في الدراسات العليا في الأزر الشريف نظرت إليها قلت لشيخنا آنذاك هذه القناة أنشئت للعلمانية لترسيخ العلمانية في المسلمين وهم لا يشعرون الشيخ قال لي تماما قلت نفس الكلمة الشيخ قال لي أنا حينما رأيتها أول مرة قلت هذه القناة جاءت من أجل تثبيت العلمانية في عقول المسلمين برنامج فيه شيخ معمم وهذا الشيخ المعمم يعطي نظرة دينية معينة في برنامج آخر يأتي إنسان لا ديني يقرر شيئا يخالف الأول ويجب أن تحترم هذا وأن تحترم هذا تحتل لواء الرأي والرأي الآخر تحت لواء أكثر من رأي فإذن قضية تعدد الحق هي العلمانية وهي النسبية الذي يفهم حقيقة الأمور ويرى هذا واضحا جدا لذلك مثلا لا يقبل إنسان ينقض هذا الفكر يعني يأتون مثلا باتجاه ديني مسيس يعني قابل أن يتغير من أقصى اليسار الشيوعي اشتراكية إسلامية إلى أقصى اليمين المتطرف أو إلى العلمانية الديمقراطية فنسبية الحق التي تسمى عند المسلمين بل عند الفلاسفة الأقدمين تسمى الصفصطائية العندية هي مرتكز أساسي للعلمانية لذلك أنت تستغرب بشدة كيف يكون تفسير محمد شحرور بنقضي القرآن كلمة كلمة بحجة تفسيره المثقفون العلمانيون لا يستغربون يقول هذا رأي لماذا تحجر على هذا الرأي أنت هذه السفصطائية الريبية كانت هي الفكرة المسيطرة في مرحلة ما قبل سقراط وارستو في التاريخ القديم كانت هكذا وجاء هؤلاء الناس لضبط تلك الأفكار من أجل هل حقيقة ثابتة؟ ما هو معيار إثبات الحقيقة؟ قام علم المنطق من أجل هذه الأشياء ولذلك مع الريب لا يوجد منطق لماذا؟ لأن كل شيء عنده ممكن يقول ها النار تحرق أو لا تحرق ثلاث مذاهب العندي يقول عندي محرقة وعنده غير محرقة وعنده الآخر وسط دافية لا تحرق العنادي يقول لا لا أمكر أنها تحرق وأمكر أنها لا تحرق يعاند كل شيء إلا أدري يقول لا لا أدري لا أدري تسخرون وترحكون خاصة في المدرسة الإسلامية من هذا التفكير هذا الآن كبار أساتذة الجامعات في الرياضيات وفي الفيزياء وفي الفلك في أوروبا وفي أمريكا كثير منهم على هذه العقلية عقلية لا أدري أما العندية فحدثه لا حرج طيب السؤال هنا بسيط قد يسأل سائل لماذا لا يكون هؤلاء على الحق؟ مدام عندي وعندك وكذا لماذا لا يكون التعدد في العقلية؟ أعطيك مثالا بسيطا يحلل المشكلة لعلي ذكرته سابقا هذا المثال أنك في رصيدك مئة ألف دولار لواحد من هؤلاء الناس فوجد الرصيد قد ذهب بالكلية مقتضى التفكير الذي لا يحكم العقل ولا يعترف بقانون السببية أن يقول ماذا؟ أن يسكت لأن هذا ذهب بلا سبب وينبغي أن يسلم كما أن الكون خلق بلا سبب الكون وجد بلا سبب إذن هو ينبغي أن لا يحزن طيب صار قليلا نقول لا فيه سبب لكن السبب نسبي من شخص إلى شخص ذهب إلى موظف البنك لنفرض الآن أن موظف البنك من الطائفة العندية فيقول له أنا دخلت في حسابي فلم أجد شيئا يقول نعم أنت دخلت في حسابك فلم تجد شيئا لكني أنا دخلت فوجدت الرصيد لا يزال كما هو يا أخي أرني ينظر في حسابه بالجهاز أمامه وخيه لا يوجد شيء قال كيف لا يوجد شيء وأنا عندي موجود كل شيء هذا هذا سيصل حتما إلى القتال بعد ذلك حتما سيقتتل الآن يعني أنت تنظر في حالة موظف مع موظف بنك مع مراجع لكن دولة مع دولة لابد أن تصطدم لابد أن تصطدم لذلك هم ألفوا كتب صدام الحضارات وصراع الحضارات وأشياء من هذا لأن النتيجة ستكون إلى هذا هذا إذا كان قال ذهب إلى احتكما إلى مدير البنك مدير البنك ماذا قال قال لا أنت خطأ كان عناديا أنت خطأ وهو خطأ الرصيد ليس موجودا وليس مفقودا أنكر أن يكون موجودا وأنكر أن يكون مفقودا فذهب إلى القاضي 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 كان لا أدريا يا حضرة القاضي وضعت مالي في البنك وفقد من غير سبب هم ينكرون وأنا قمت عليهم دعوة قضائية حكم القاضي برفض الدعوة طيب ذهب مالي أين ذهب مالي فيقول القاضي لا أدري من أخذه لا أدري بهذه الطريقة طبعا بعض الناس ربما يهزأ من تلخيص لهذه القضية لماذا؟ لأنه رأى ساجد كبار في الجامعة يفكر بهذه الطريقة يفكر في هذه الطريقة على فكرة إذا ما أدته إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى كبرى الحقائق أما إذا ما مستجيبه فلن يفكر بهذه الطريقة سيفكر بالطريقة العقلية القائمة على قانون السببية ولن يقبل سواها طيب هذا القانون قانون السببية وبطلان المذاهب الريبية هو الواقع الذي نسير على أساسه وهو الذي يحكم الدنيا ويحكم جميع تصرفاتنا في عالم المادة حينما تشغل سيارتك هذه السيارة يقوم هذا القادح بتعريك السيارة الوقود يحترق بطريقة معينة المحركات تسير بطريقة معينة وأنت مطمئن تماماً لأنك ستصل تذهب في هذا الطريق وأنت تريد إسطنبول فتجد نفسك في إسطنبول تسير على قانون واضح في السببية لو كانت تلك المناهج وهي الحاكمة لا شغل السيارة مرة فوجدها تطير وشغلها مرة ثانية فوجدها تغوص في الأرض وشغلها مرة ثالثة فوجدها تتبخر أو ذهب إلى إسطنبول فوجد نفسه في بورصة هم يطالبون أن نحكم في عالم الأفكار بما يخالف المواد وبما يخالف القانون الذي يسيرون عليه فالنسبية المطلقة رمز أساسي من رموز من الرموز التي ترتكز عليها العلمانية وليست العلمانية هي فصل الدين عن الدولة طبعا هناك إشياء كثيرة تمثل منهجية العلمانية لكن أساس هذه القضية هي النسبية المطلقة وعدم ثبوت الحق قلت لكم لعلي في لقاء سابق من أين جاءت أشعار أمثال نازك الملائكة طبعا تقليد أعمى كما أن فاتح المدرس يقلد نتشا كذلك نازك الملائكة تقلد فيلسوف الدادية دازم كيف؟ أتى بأسطر من الجريدة هو ألماني في الحرب وقص كل سطر على حدة ثم بعثر هذه الأسطر بكلمات ألمانية فخرجت قصيدة لكن قصيدة لا معنى لها قصيدة حتى كلام الحشاشين لا يكون كذلك لأن كلام الحشاشين فيه لمسة من عقل لأنه في بقايا العقل طيب ثم يقول هذه قصيدة جاءوا يترجمون إلى العربية أشياء من هذا القبيل ويقول هذا أدب فني وهذا الشئراقي جدا جدا لماذا؟ لأنه قائم على اللاعقلية القائم على مبدأ النسبية كيف تقبل قصيدة أبي تمام والمتنبي وأبو العلا وتطرب لها هذا كلام وهو جميل عندك إذن هذا الكلام الذي جعلته مباثرا وكذبته أمثال نازك الملائكة ينبغي أن تطرب له لماذا؟ لأنه شيء نسبي فالعلمانية هي النسبية حتى تفهم كيف يتعاملون مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة التي يحكمون فيها وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم